اشتركوا في القناة 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 اهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ابنائي في رحلة جديدة مع برنامجكم المتجدد دائما اسماء من عمان اهلا وسهلا بك يا معلم هل تعرفون اين نحن الان نحن في فنجة هذا صحيح يا ابنائي تقع فنجة في ولاية بودبود في محافظة الداخلية التي هي واحدة من بلدان وادي سمائل وفنجة هي ضاحية بودبود الخضراء يعرفها الجميع لانها همزة الوصل بين محافظات الداخلية والشرقية وجنوب الباطنة ومسقط تبدو فنجة من بعيد كحديقة معلقة او كسجادة خضراء تفترش هذه السفور ترحب بالقلق لها من بعيد وتستقبله بالحب والمودة بطبيعتها الخلابة الساحرة وبالماء الصافي الذي ينعكسك المرايان تعتبر فنجاء يا ابنائي احدى المدن التاريخية القديمة وهي بوابة محافظة الداخلية للقادمين اليها من مسقط وفنجاء كما تلاحظون تتمتع بمقومات سياحية فريدة ابرزها هذه الجبال الشامخة التي تحيط بها من كل حدب وصوب كما يتميز واديها وادي فنجاء بانه ملتقا لمجموعة كبيرة من الاودية القادمة اليه من محافظة الداخلية كوادي سمائل ووادي المنصح ووادي الجيلة ووادي السيجاني ووادي الضبعون وغيرها اضافة الى الاودية والشعاب التي تخرج من فنجاء واجتماع هذه الاودية جميعا في هذا الوادي الجميل جعله غزير الجريان وجعل ماءه مستمرا لعدة اشهر طوال العام الامر الذي كون صورة ساحرة خلابة تأخذ بلب المسافر والمقيم وفي هذه المدينة الجميلة يا ابناء مدينة فنجاء توجد ايضا مجموعة من الافلاج ابرزها حمامات الجانب الشرقي والغربي التي تتميز بسخونة مياهها وباستخدامها للعلاج من بعض الامراض الجندية في فنجاء ايضا صناعات تقليدية نادرة تسهم في تدعيم الجانب السياحي لهذه المدينة امتطينا العزم خيلا وانتطينا العلم زادة فاجعل التاريخ يرويه سيارا اضحت عتادة فيها اسماء وفخرها قد نهجنا ورتيها هدا وخلقنا قاموا شعرات من العالمين قد بنوا فينا الخضار شيئتها زالدين ايها التاريخ اقبل ايها التاريخ اقبل تتميز فنجاء يا ابنائي بوجود مثل هذا السوق سوق الحرفيات وتعتبر هذه السوق من الوسائل الرئيسية التي يقوم ابناء فنجاء من خلالها بالحفاظ على موروثات اجدادهم وابائهم وحرفهم من الضياع ويقوم الباعة ببيع جميع الاواني الفخارية بمختلف انواعها واستعمالاتها كما تلاحظون ويوجد في السوق الكثير ايضا من الصناعات السعفية والنسيج كالدعون والحصر وبالتالي فان مرتاديها من مختلف المحافظات والولايات كثر وذلك لندرة ما يتم عرضه وعلاقته بالتراث القديم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واذكر الفن الشعبي في فنجاء فان اول ما يتبادر الى الاذهان يا ابنائي هي عزوة فنجاء الشهيرة التي يوليها اهلها اهتماما منقطع النظير ولذا فالعيد في فنجاء يختلف عنه في باقي المحافظات من حيث الاعراف التي تصاحب هذه العزوة كالفنون الشعبية ومنها الميدان والرزحة وغيرها وكذلك المسابقات المختلفة كمسابقات الرماية وايضا اطلاق مدافع فنجاء القديمة التي تسعد كثيرا من الحضور وتبهج الزائرين توجد العديد من الاثار التاريخية والاماكن الاثرية في فنجاء حيث يوجد فيها حوالي ثلاثين برجا اهمها برج فنجاء وحصن الشرقي وبرج البومة وبرج الخطم كما توجد فيها يا أبنائي العديد من المنازل القديمة التي ما زالت محافظة على رونقها وتشكيلتها الأصيلة وتعد حجرة فنجاء التي نحن فيها هذا اليوم من الاماكن الاثرية التاريخية العريقة نظرا لما تمتاز به من مقومات كالمساجد وبيوتها القديمة وكذلك هذا الموقع الجغرافي الفريد وما يزال أهالي فنجاء محافظين على عاداتهم وتقاليدهم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم قد رسمنا امتدادا وامتطينا العزم خيلا وامتطينا العلم زادا فاجعل التاريخ يرويه سيارا أضحت عتادا فيها أسماء وفخر قد نهجنا ورديا وفخر قد نهجنا وفخر قد نهجنا وفخر قد نهجنا ورديا تم اختيار حارة الحجرة يا أبنائي لأعمال التوثيق من قبل وزارة التراث والثقافة بالتعاون مع جامعة نوتينجهام ترينت البريطانية لعدة أسباب منها الموقع الفريد الخلاب لهذه الحجرة التي تشرف على بساتين النخيل في واحة فنجان وهذا الموقع يمكن أن يوفر على نحو فعال صورة رمزية لهذه المنطقة السبب الثاني هو هذه الواحة نفسها التي تمثل موقعا تراثيا إذ تبدو في حالة جيدة على خلاف الكثير من واحات النخيل في عمان وذلك نظرا للاهتمام الشديد الذي يوليه الأهالي بها وهناك السبب الثالث وهو يعود إلى البنية التحتية وذلك نظرا لقرب فنجاء من مسقط وقربها أيضا من الطريق الرئيس الذي يمكن أن يقود إلى الموقع ويؤدي مستقبلا إلى تطور يوصل الزائرين بكل يسر وسهولة أما السبب الرابع يا أبنائي فهو يعود إلى شبكة الفلج المعقدة والمعتنى بها جيدا حيث تجمع المياه من النبع الحراري خلف هذه الحجرة ومنها أيضا هذه الإعدادات الدفاعية التي ترونها في هذه الحجرة والتي تبدو بشكل مثير للاهتمام وآخر هذه الأسباب هو احتفالات العزوة التي تقام سنويا وتجذب المئات من الزوار بل الآلاف منهم إنها احتفالات موسمية يا أبنائي تقام في وقت الأعيان وهي عبارة عن اجتماع كبير لمجموعة من الرجال والأطفال يأتون من فنجة ومن القرى المجاورة لها وضمن إطار هذه المستوطنة وطريقتها أن تتقدم أربع مجموعات على شكل موكب لتلتقي في نقاط مختلفة من الواحة ثم تلتقي فيما بعد عند البوابة الغربية لهذه الحجرة حيث يتم السماح لهم للدخول إلى المستوطنة بعد أن يتم تبادل كلمات السر المتفق عليها سلفا ولهذا الحدث يا أبنائي أعراف متفق عليها حيث يكون مصعوبا بمجموعة من المسابقات المختلفة كما تكون فيه رقصات بالسيف وقراءة للأشعار إضافة إلى إطلاق لمدافع فنجة القديمة ثم تأمر ملفت في هذه التظاهرة الجميلة يا أبنائي وهي أن كل المشاركين يحرصون على ارتداء الأزياء العمانية التقليدية وهذا بحد ذاته يشكل نقطة جذب لكثير من الناس لمشاهدة هذا الحدث أحد العناصر الرئيسية يا أبنائي في تكوين فنجة الدفاعي هي هذه الأبراج التي تلاحظونها منتشرة في النقاط والحواف العالية لهضبة الحجرة وهذه الأبراج هي أبراج مختلفة الأنواع منها ما هو مخصص كنقاط حراسة ومنها حصول سميكة الجدران ومنها منصات لإطلاق النار من المدافع والبنادق ومعظم هذه الأبراج مبني من الطوب بدرجات مختلفة الكثافة وبعضها الآخر مجصص بالصاروج الأبيان اشتركوا في القناة أسماؤنا العمانية كثيرة يا أبنائي وهي تصعب على الحصر سواء المرتبط منها بالإنسان أو المكان وفي كل الأحوال فإن في هذا دلالة عظيمة على عراقة هذا الشعب وعظمة هذه الأرض فقد كانت رحلة رائعة وتعرفنا على اسم جديد من أسماع ما قد بنوا فينا الخضار شيئة غزان فيك أيها التاريخ أقبل أيها التاريخ أقبل واحكي عن أرضي مزور احكيها التاريخ وعنها عن رمان ومن تكون إننا من هذا مجد قد رسمنا امتدادا وامتقينا العزم خيلا وامتقينا العلم زادا فاجعل التاريخ يرويه سيارا أضحت عتادا فيها أسماء وفخرهم قد نهجنا ورتيادا وخلاطنا قاضوا شعرات من العالمين قد بنوا فينا الخضار شيئة غزان فيك أيها التاريخ أقبل اشتركوا في القناة